السلام عليكم ومرحبا بكم في سلسلة فوائد نحوية موضوعنا لهذا اليوم حكم فعل الأمر فعل الأمر مبني دائما وبناؤه إما أن يكون على السكون الظاهر أو السكون المقدر أو حذف حرف العلة أو حذف النو السكون الظاهر في موضعين إن كان صحيحة لآخر نحوه أكتب أي الحرف الأخير ليس بحرف علة وإن انتصلت به نون النسوة نحوه أكتبن نحوه أكتبن النون متحركة وما قبلها ساكن السكون المقدر في موضوع المواحد وهو إن انتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نحوه أكتبن تلاحظ بأن نون النسوة مفتوحة أو عليها فتح وما قبلها ساكن أما النون أو نون التوكيد الخفيفة فتكون ساكنة وما قبلها مفتوحة وأن نون التوكيد الثقيلة تكون مشددا مفتوحة طيب هنا نلاحظ بأن هناك فتحة وهنا مكتوب سكون مقدر نقول بعضهم يسهل العبارة فيقول مبني على الفتح إلا أنه في الدقة أو دقة هو سكون مقدر هو سكون مقدر حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر نحوه يسعى ويدعو ويقضي فأصل الفعل سعى وأصله يدعو ويقضي أو يسعى ويدعو ويقضي أما حذف النون إن كان مضارعه من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة مثلا أكتب وأكتبوا وأكتبي فهنا يكتب عن أصلها وهنا يكتبون وهنا تكتبين فإذن يكون مبنيا على السكون الظاهر إن كان صحيح الآخر أو إن انتصت به نون النسوة والسكون المقدر إن انتصت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة وحذف حرف العلة إن كان معتل الآخر أي آخره حرف علة وحروف العلة طبعا هي الألف والوا والياء وحذف النون إن كان مضارعه من الأمثلة أو الأفعال الخمسة إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة